إلى سيد صبان هل كان الاستثمارات الكبرى في مجالات عدة منها رياضة تأثير على صندوق السيادي السعودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة في الواقع التقرير الذي صدر عن صندوق الاستثمارات العامة الأحد الماضي يوضح طبيعة الأرباح والتي وصلت إلى 8% ويوضح حجم الاستثمارات التي قام بها الصندوق في عام 2022 وهو مبلغ 120 مليار ريال وهذه نقطة النقطة الأخرى أن التنويع الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة مهم جدا وهو الذي دفع بالعائدات لهذا المستوى ولا ننسى أن الخسائر التي يتم ذكرها هي خسائر دفترية نتيجة لتقلبات أسواق الأسهم العالمية وأيضا منها السوق الأسهم السعودية وبالتالي هي خسائر دفترية نسميها وزميلنا في المحاسبة الأخ الكريم من الكويت قد يصحح ذلك عن اقتصادي لكن أعرف أن الخسائر هي خسائر دفترية ليس أكثر ولذلك لا نعطيها اهتماما كبيرا أعود لسيد نصافي بهذه النقطة هل الخسائر هي خسائر دفترية فقط؟ طبعا لأن طالما أن الصندوق الاستثمارات العامة محافظة على هذه الأسهم وموجودة من ضمن محافظة الأصول لديه هذه الخسائر لا تشكل عاقي ممكن تكون في الدفاتر لكن هي ليست خسائر حقيقية الخسارة الحقيقية تتحقق عندما نتخلص من هذه الأصول بهذه الخسائر لكن المعايير المحاسبية تتطلب بعض التحفظات في قضية انخفاض الأسعار الأصول عما هو مسجل في الدفاتر لذلك فهي تسجل بالخسارة الغير محققة هو ما يسمى في العرف المحاسبي خسائر غير محققة لكن فعليا هي ليست خسارة كما تفضل الضيفة 8% هو عواد غير عادية استفادت من قيم التضخم الموجودة في الأسواق لكن بشكل عام هي سوف تعوض يعني خسائر سوف تعوض في حال ارتفاع الأسواق من جديد نعم طيب أعود إلى سيد لوبيز هنا بهذا التساؤل سيد لوبيز رغم خسائره هنا ممكن هذه الخسائر غير محققة مثلما وصفها السيد نصافي معنا لا يزال الصندوق الصعودي مستمر في استثماراته التي يعتبرها البعض عالية المخاطر صندوق الاستثمارات العامة متنوع جدا فهم يستثمرون في مجموعة من الأشياء لا يمكننا أن ننسى أن 80% من المحفظة الاستثمارية موجود بالفعل في السعودية لذلك على الرغم من وجود الكثير من العنوين والأخبار حول الاستثمار الدولي فإن مهمتهم في المملكة مهمة جدا وتبدأ من تطوير العقارات محليا وصولا إلى شركات حليب الإبل وشركات القهوة إذن هي متنوعة جدا على الرغم من أننا نسمع فقط عن الاستثمارات الدولية لأسباب واضحة أعود لسيد سبان سيد سبان كما سمعت سيد لوبيز تحدث عن أننا نسمع فقط عن الاستثمارات الدولية في السعودية رغم أن الاستثمارات المحلية تبلغ نحو 80% لماذا هذا؟ دعيني أخذكم إلى التسلسل التاريخي صندوق الاستثمارات العامة أنشئ منذ عشر أو أكثر من عشرين سنة لكن في عام 2016 تحول إلى صندوق سيادي كان صندوقا أو كان شركة قابضة باستثمارات محدودة محليا وكنت ممن أطالب بالصندوق السيادي أو بتحوله إلى استثمارات محلية ودولية ونشرت ذلك في عدة مقالات في المملكة العربية السعودية منذ عام 2004 ولم يتم تحقيق ذلك إلا في 2016 مع بداية الرؤية 2030 حينما حقق سمو الأمير محمد بن سلمان هذا الحلم وحوله إلى صندوق سيادي تماشيا مع الفوائض التي كانت تحققها المملكة ولا زالت في مجال إرادات النفط ولذلك فأنا أعتقد أن هذا الصندوق هو فرصة جوهرية وأساسية لتطبيق الرؤية 2030 كما نراها محليا والتي نفتخر بها أنها ماضية بصورة متسقة ولله الحمد أعود لسيد النصافي سيد النصافي بنسبة لي الكويت هنا هل انعكست عوائد نجاح الصندوق صندوق العامة لإستثمار بالكويت على المواطن الكويتي؟ أولا يجب هنا أن نوضح ما هي توهمة الهوية للصندوق الإستثمارات الكويتية الصندوق الإستثمار للأجيال القادمة أو صندوق للأجيال القادمة هو مشاركة الجيل القادم بما يأخذ من البترول في السنوات الحالية وهناك صندوق للإحتياط العام للدولة وهو صندوق جاري بشكل عام يمول هذا الصندوق المحلي أو الصندوق الاحتياطي العام من عوائد البترول لكن صندوق الإستثمار القادمة لا هو صندوق استثماري يقوم على استثمار هذه العوائد والقيم من خلال المدى البعيد أنشئ في سنة 1952 قبل خروج البريطانيين من الكويت وقبل إعلان استثمار الكويت وأنشئ بداية في مكتب استثماري في لندن منذ ذلك الحين ويستقطع من مزايد دولة الكويت أو من دخل البترول في دولة الكويت 10% من هذا الدخل بغض النظر سواء هناك عجز في الموازنة أو فائض في الموازنة يستقطع هذا 10% ويعتبر في الكويت كحق للأجيال القادمة من استثمارات البترول لكن الاحتياطي العام هو الفرق بين ما يقرر في الموازنة من سعر وما يصل في النهاية من السعر الحقيقي لتوصله في بعض الأحيان هو فائض والفائض هذا يستثمر في صندوق الاحتياطي العام صندوق الاحتياطي العام يؤثر في الداخل لكن صندوق الأجيال القادمة هو غير معني في الموازنة الحكومية ولا يدخل أصلاً عوائدة وأرقامها لا تدخل في الميزانية فهو دولة داخل دولة إذا ما صح التعبير في هذا الجانب لذا فلا يؤثر بشكل مباشر على المواطن ولكن يعزز الملأة المالية للدولة من خلال هذه الاستثمارات طيب يعزز يعني أعود لسيد لوبيز سيد لوبيز هل يمكن الحديث عن تغيير في استراتيجية الاستثمار السعودية؟ عليك الأخذ في الاعتبار أن القائمين على صندوق الاستثمارات العامة السعودية يطورون أصولهم الإدارية بوطيرة مذهلة وهذا يعني أنه يتعين عليهم الاستثمار في الصناعات المتنوعة أو ضخ المزيد من الأموال في الصناعات التي يستثمرون فيها بالفعل لذا نحن لا نشهد تغييرا جذريا في الاستراتيجية بل نشهد فقط تطورا لمحفظاتهم الاستثمارية لتصبح محفظة أكثر منطقية وأكبر حجما تطورا في الاستثمارات يعني هذا هو ما نرى حسب سيد لوبيز وأعود لسيد سبان سيد سبان يرى خبراء أن هذا الهدف أو الهدف من هذه الاستثمارات هو تنويع اقتصاد السعودية ضمن استراتيجية 2030 كيف ترى ذلك حتما الاستثمارات في الداخل السعودي تركز على تمكين القطاعات الواعدة والنقطة الأخرى هي توطين التقنيات الحديثة بحيث أن تكون هذه التقنيات متاحة في الداخل وتشغل السعوديين وتمكين القطاع الخاص نرى أن صندوق الاستثمارات العامة يشارك العديد من الشركات القائمة حاليا في مختلف المناطق ويعمل على تحقيق التنمية المتوازنة داخل المملكة العربية السعودية وأيضا كما ذكرت هو يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي ويساهم في تحسين جودة الحياة في داخل المملكة العربية السعودية ولا ننسى أنه خلال يومين الماضيين هناك شركتان قد تم إنشاؤهما واحدة تعنى بمجال الرياضة والتطوير في هذا المجال والثانية هي تعنى بتمكين المرأة السعودية في مختلف القطاعات وهتان الشركتان ساهمتا وتساهمان بإذن الله في تحقيق التنمية المتوازنة لرؤية 20-30 التردد في الآوينة الأخيرة مصطلح اقتصاد ما بعد النفط في الدول الخليجية ويعني اتخاذ هذه الدول على غرار الدول الغنية بالنفط والغاز خطوات الابتعاد عن هيمنة القطاع على اقتصاداتها في السياق أعلنت الكويت أنها تدرس إنشاء صندوق ثروة سيدي للاستثمار محليا ماذا يعني ذلك؟ ولماذا الآن؟ وكيف وفرت تجربة الصندوق السيادية في السعودية الإمارات الكويت قطر البحرين وعمان وفق خبراء دعما للمشروعات التنموية سيد سببان هنا سيد سببان تراهن الدول الخليجية على الصندوق السيادية لتنويع اقتصاداتها إلى أين وصلت اليوم؟ بالنسبة للمملكة العربية السعودية لا تراهن على تخلي أو أعصر ما بعد النفط نعتقد أن النفط سيستمر لعقود قادمة رغم الهجمة المناخية التي تستثني البترول فقط وتحاول أن تمارس ضده تحيزا واضحا المملكة العربية السعودية سوف تقلص من اعتمادها على تصدير النفط الخام وليس صناعة النفط صناعة النفط ستستمر وستزيد القيمة المضافة لهذه الصناعات بالتوسع في مجال تكرير النفط مصافي تكرير النفط محليا ودوليا وأيضا في مجال البترو كيماويات وأي صناعات أخرى قد تنتج عن طريق هذه المنتجات المختلفة والآن ركزنا أيضا على جانب الغاز هناك مزيد من الاستكشافات في مجال الغاز وسيستثمر الصندوق من خلال حصته في أرامكو أيضا في هذا المجال لتطوير وتصدير الغاز الطبيعي إلى مختلف الدول الرؤية 2030 هي الهدف الرئيسي تنويع الاقتصاد لكن كما ذكرت وأختصر هنا لا يعني التحول عن النفط وإنما التحول عن تصدير النفط الخام طيب على ذكر الحديث عن رؤية 2030 بالنسبة للسعودية وكذلك الرؤى الخليجية لدول الخليج بشكل عام أعود لسيد لوباز سيد لوباز كيف يمكن تقييم أداء الصندوق الخليجية واتجاهها اليوم؟ عمان حققت أرباحا بنسبة ثمانية في الماء بينما متوسط الخسارة في الصناعة عالميا كان أقل من ثمانية في الماء في عام 2022 وهذا يعطيك فكرة عن أداء صندوق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي البعض الآخر مثل صندوق مبادلة خسر قليلا لكن الأرقام لا تزال أفضل بكثير من المتوسط العالمي إذن نشهد أداء جيدا جدا في سياق الأزمة العالمية التي ظهرت عام 2022 نعم الأداء جيد يعتبر نظرا للأزمات الاقتصادية في العالم بشكل عام سيد نصافي ألا ترى أن سباق الدول الخليجية الاستثمار في الصناديق الصيادية خطوة عالية المخاطر حتى ولو كانت العوائج جيدة نوعنا؟ على الإطلاق لو رجعنا للتاريخ لو شفنا في قضية أزمة كورونا بشكل عام أزمة كورونا تحولت هذه الصناديق إلى الاستثمار في الداخل وتعزيز السيولة وتعزيز الاقتصاد في الدولة في وقت كورونا مثلا في الكويت توجهت هذه الصناديق إلى البنوك وتعزيز وضع البنوك لأن المشكلة كانت هناك أزمة وهناك وضع اقتصادي سيء لا يعرف مدى من يتحمل هذا الوضع بخلاف الصناديق الصيادية إذا ما نظرنا اليوم للواقع الأوروبي والأمريكي اليوم هناك مشكلة كبيرة في شح السيولة في مشاكل التضخم والاستثمارات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الصناديق الصيادية الخليجية باستفادتها من عوائد النفطية توجهت إلى الاستثمار في هذه الدول والاستفادة من الأصول الرخيصة اليوم في أوروبا وأمريكا لو رأينا اليوم الاستثمارات في أوروبا تجاوزت عن العام الماضي حوالي 34% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لو نظرنا في القضايا الأخرى في قضايا الاستثمار هناك طابع لا يناقش بخلاف العوائد المالية هناك طابع استراتيجي وهناك دبلوماسية ناعمة تستخدمها دول الخليج أيضا في علاقاتها فالصناديق الصيادية هي ذراع استثماري دبلوماسي يدعم الدول الصديقة ويوجه الأموال في دعم هذه الدول والوجود وربط المصالح الاقتصادية فيها فلذلك فنرى أن في حال لا نرغب أن نرى في الصندوق السيادي أو نرى من ناحية الربح والخسارة هناك أرباح غير موجودة وغير ملموسة من الممكن أن تستمر فيها حتى ولو لم تحقق هذه الصناديق الأرباح أعوذي يا سيد صبان هل ترى بأنه ينبغي على الدول الخليجية تركيز اهتمامها على إحداث تحولات حقيقية وليس الارتكاس فقط على سياسات التنوية السياسات التنوية هي حقائق اقتصادية تساعد على تطوير مستدام للدول الخليجية والمملكة العربية السعودية سبقت بقية الدول الخليجية في هذا المجال لكن دعيني أقول أننا كنا نتمنى لو كان صندوقنا السيادي قد بدأ قبل في 2010 وما قبل في عام 2008 كانت هناك الأزمة الاقتصادية العالمية وكانت هناك فرص سهلة ورقيصة كنا نتمنى أن نستثمرها لكن صندوقنا لم يكن صندوقا سياديا وإنما كان صندوقا مغلقا خاصا بالاستثمارات المحلية اليوم رأينا الفائدة من ذلك الآن لدى صندوق الاستثمارات العامة السعودية ثلاث مكاتب في نيويورك ولندن وهونغ كونغ وهذه المكاتب تساعد على استياذ الفرص السهلة والرخيصة وتقوم الصندوق بالاستثمار بها نحن في وضع أفضل بكثير وسنحقق تنويعا اقتصاديا حقيقيا مستداما من خلال هذا الصندوق الذي هو ذراع الرؤية 2030 أعود لسيد لوبيز كيف يمكن مقارنة أداء الصندوق الصيادية الخليجية بمثيلاتها بشكل عالمي من حيث الشفافية والمحاسبة أيضا هذه المشكلة تتحسن بشكل كبير لدينا بالفعل على الصعيد العالمي أداء تقييم داخلية تسمى لوحة نتائج ما رأيناه عندما قمنا بالنشر في الأول من يوليو أن صندوق الثروة السيادية الخليجية تشهد تحسنا كبيرا عندما يتعلق الأمر بالشفافية والمسائلة والشرعية والحوكمة بشكل عام مرة أخرى نحن متفائلون جدا حيال مستقبل صندوق الثروة السيادية أعتقد أنهم سيتجهون نحو المزيد من الشفافية والمزيد من المسائلة والمزيد من الاستدامة أيضا إذن كان الأمر يتحسن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة شكرا جزيلا لك كنت معنا من يورك دييغو لوبيز المؤسس والمدير العام لشركة جلوبل اس دابليو اس شادينا بعض الفاصل الاستثمارات الخليجية تثير المزيد من الانتقادات الحقوقية سيد سببان دور الصندوق الصيادية خلق نوع من التوازن للدولة في حل الأزمات لكن الآن هل تستشعر الدول الخليجية خطر من نوع معين نفاذ النفط مثلا؟ لا نفاذ النفط أنا ذكرت ذلك بأنه عكس التوقعات الغربية التي تنادي بالتخلص من النفط لكن هذه الحقيقة على الأرض لا يمكن التخلص من النفط وأعود إلى مسألة الهجوم على صندوق الاستثمارات السعودية نحن تعودنا أن الغرب عموما ويستخدم هنا عملاء معينين يكونون أدوات في أيدهم يهاجمون والهجوم هذا غير منطقي إطلاقا الصندوق في مراحله الأولى كان بداية في عام 2016 ولا بد أن يكون هناك قرار توافقي وهذا ما يحدث هناك نظام حوكمة ممتاز قائم للصندوق ولا يمكن أحد أن يشكك فيه أما الأصوات الغريبة فهذه دائما تعودنا عليها ولا يمكن لنا أن نقبل من وراء الهجوم؟ ولكن دعنا نركز في الاتهامات نفسها يعني الهجوم نفسه ما يتم منتقدي فلنقول الصندوق يعتبرون بأن هناك غياب للوضوح غياب للشفافية غياب لمسألة من يدير هذا الصندوق وهذا حسب كلام سيد الجريوي الآن هناك مجلس إدارة لو أرادت السعودية أن يديرها بدون مجلس إدارة لكان لهم ذلك لكن هناك مجلس إدارة ويضم أعظام من القطاع الخاص ومن الشخصيات العامة وحتى مستثمرين خبراء أجانب أشركوا في هذه مجلس الإدارة لتحقيق الموضوعية والنتائج لنا بالنتائج النتائج رائعة 8% عائد صندوق الاستثمارات السعودية قوي جدا ماذا نريد أكثر من ذلك والاستثمارات الآن معظمها في السعودية 77% في السعودية وهناك فرص تحين بين الوقت والآخر خارجيا لماذا لا نستثمرها فهذه الانتقادات غير منطقية ولا يجب أن نتم بها انتقادات غير منطقية وهؤلاء الذين يستخدموا كأدوات في أيدي الغرب عليهم أن يععوا بأن هذا ليس في صالح القليج وليس في صالح المملكة العربية السعودية طيب سيد صبان هنا سيد صبان ذكرنا أنه من الممكن أن تختلف إدارة الصندوق السيادية من درجة متحفظة في استثماراتها إلى خوضها درجة عالية من المخاطر كيف يمكن وصف الاستثمارات السعودية اليوم الاستثمارات السعودية وبالذات المحلية هي تسير وفق استراتيجية تستهدف تنويع الاقتصاد ولذلك عامل المخاطرة لا بد أن يكون هناك لا بد أن تغامر في كثير من الحالات طالما أن هذه المشاريع هي تخدم تنويع الاقتصاد لا بد أن تساعد القطاع الخاص في تحقيق أهدافه واعتماده الكامل على نفسه دون الاعتماد السابق الذي كان على الحكومة وأيضا تساهم في تحقيق تخفيض معدلات البطالة داخل المملكة ولذلك عامل المخاطرة ليس الرئيسي لا بد طبعا من دراسة أي مشروع لكن التردد في الاقدام بسبب المخاطرة المرتفعة لا بد أن لا يعطى الوزن الأكبر محليا لأن الفائدة ستتحقق بإذن الله في كل الأحوال نعم نعم